أعلن بكم في فيديو جديد من فيديوهات شرح القواعد الأولى سنوي 2022 في القناة هنا نحن نشرح الكلمات كلها المنهى كله بتاعة أولى وتانية وتالتة سنوي فلو انت في أولى سنوي لا تنسى تبقى تشترك في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات اللي جاية لما تنزل ولو تعرف أي حد في أي سنة من السنين دي ادي له القناة علشان خطر يستفيد بها زيك بالزبط دلوقتي احنا وقفنا المرة اللي فاتت في نهاية الواحدة الأولى من القواعد على الماضي المستمر وخدنا في نهاية الحصة بتاعتنا شوية جمل وقلنا نحلها في الكومنس تعالوا نشوف حال انها صحة ولا غلط وتعالوا نفهم كل جملة اتحلت بالشكل ده ليه قبل ما نبتدي في شرح القواعد الواحدة التانية بيقول when I saw him هي نقط L He was looking, he is looking, he looked, he looks فعل look معناه يبدو عليه وده من الأفعال اللي ما بتجيش مستمرة لا إما أقول هو كان بيبدو عليه كذا يعني هو كان ظاهر بالشكل فلاني لا إما لا لكن ما بقولش هو كان عمال بيبدو عليه الموضوع ما بياخدش وقت لذلك ما ينفعش أقول he was looking لازم هنا أستعمل الماضي البسيط He looked L فهمنا جات من اين طيب Not my holidays, I traveled to Alex My holidays ده اسم وإحنا اتفقنا مين اللي بييجي بعده اسم فدول كانت during صح؟ طب تعال نشوف المعنى أثناء الأجازة بتاعتي أنا سفرت الالكس تنفع؟ تنفع جدا آخر جملة When I got home the door not open لما وصلت البيت الباب ماله مفتوح Was being opened, was opened, didn't open, is open دي نفس فكرة looking فعل هنا يكون اللي هو verb to be ما يجيش هنا في الاستمرار ليه؟ لأنه معناه يكون الباب كان مفتوح مش كان عمال يكون مفتوح صح؟ مش عندي فعلين هنا هو فعل واحد فهكتفي هنا وأقول The door was opened من غير ما حط being ولا غير being أتمنى أن الجملة دي سهلة وتفهمت النهاردة إن شاء الله هنشرح قواعد الواحدة التانية اللي هي بتتكلم عن المضارع البسيط في الواحدة دي طبعا المقرر علينا في الواحدة التانية هو الماضي البسيط والماضي المستمر تاني والمضارع البسيط سواء مبلي المعلوم والpassive بتاعه فإحنا خلاص مش هنشرح تاني طبعا اللي شرحناه في الواحدة الأولى هنبتدي نشرح بس في المضارع البسيط موضوع بسيط وسهل إن شاء الله الفيديو مش هيبقى طويل والدرس سهل بس نذكر كويس عشان هو مهم جدا وهيبني معانا في المنهج لقدام كتير إن شاء الله لو بتستفيد حاجة من الفيديو ما تنساش تبقى تعمله اللايك ولو ما تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينكات لفيسبوك وليتيك توك وإنستجرام بينزل هناك عليهم فيديوهات وأسئلة ما بتنزلش على يوتيوب فلو انت بتابع حد حاجة من هناك أو انت بتفتح هناك ياريد تبقى تابعنا هناك عشان تشوف الحاجات اللي بتنزل أول بأول برده ويلا بينا نبتدي مع بعض على طول في درس النهاردة هنبتدي النهاردة بـ Present Simple أو المضارع البسيط وسمعك اللي بتقول ده تافه وإحنا كلنا عارفينه بس مع الاشتراعين راجعوا مع بعض سريعا علشان لو فيه حاجة فيه منسية أو واقعة نزبطها الـ Present Simple زي أي كل الأزمانة اللي احنا هناخدها طول الوقت وطول السنة عشان نبقى متفقين هناخد لها حاجات محددة زي التكوين بيتكون من هين زمن المضارع البسيطة أصلاً والاستخدامات ودي أهم حاجة في كل زمن أهم حاجة بالنظام الجديد والمذاكرة بتاعتنا الجديدة الاستخدامات بتاعت كل زمن والنفي والسؤال والمبني المجهور والحاجات اللي هي زي كده للزمن ده تمام هناخدهم بالترتيب ده ونخلصهم زمن زمن طيب أول حاجة عندي التكوين أو الـ Formation بتاع زمن المضارع البسيط المضارع البسيط بيتكون ببساطة جداً من التصريف الأول للفعل يعني إيه التصريف الأول؟ يعني مصدر الفعل نقدر نقول كده أو الشكل الأساسي بتاع الفعل على سبيل المثال فعل زي هاف مثلاً ده بمعنى يمتلك هاف ده بيتصرف مع المفرد هاز والجامعة هاف ومع الماضي بيبقى هاد والتصريف الثلاث يبقى هاد مين فيهم المضارع البسيط؟ هو هاف هاف برده مضارع بسيط هنجيلها بعد شوية طيب فعل زي play يعني يلعب الصورة الأول ده هي ده التصريف الأول هو ده المضارع البسيط أما الماضي مثلاً يبقى played بالإيدي و played برده بالإيدي ده التصريف الثالث يبقى هو ده التصريف الأول فعل زي read الشكل ده التصريف الأول والماضي والتصريف الثالث بتاعهم مشاهدين بس لما نأخذ الأزمنة بتاعتها نشوفه يبقى لأنا بكتبه ده اسمه التصريف الأول الفعل أو مصدر الفعل يبقى هو ده التكوين بتاع present symbol بس نأخذ بالنا من حاجة في تصريف present symbol بمصدر الفعل بييجي مختلف حسب الفعل يعني ايه عندي مع الفوعل المفردة اللي هي هي و شي و ات او اي اسم مفرد دول بياخدوا مصدر الفعل بس بيضيف عليه اس يعني بدل ما هي play هتبقى plays بدل ما هي read هتبقى reads ماشي؟ هاف لا هاف هيبقى شازه نتعلمه مع بعض الفوعل التانيين بقى اللي هما الجامعة اللي هما زي زي ووي وي وي واي اسم جامع دول بياخدوا المصدر بدون إضافات يعني بيبقى play read have بدون إضافات زي ما هي طيب في افعال شازه زي هاف اللي انا بقول عليه ده هاف بيجي مع الجامعة زي ما احنا قلنا كأنه مصدر وبيجي مع المفرد باس شكل has مش have فيه verb to be verb to be مع i هتبقى am ومع المفرد هيبقى is ومع الجامعة هيبقى are ده المضارع البسيط بتاعه verb to do مثلا do مع الجامعة وdoes مع المفرد خدتوا بالكم دول شواز أشكال مختلفة من الفعل مش شكل السليم المعتد إضافة s وخلاص طيب في ملحوظة كمان في بعض الأفعال زي فعل زي كده مثلا cry cry معناها يبكي الاخيرها y وقبلها حرف ساكن ونركز مع بعض الفعل لو اخر y وقبل y مباشرة حرف ساكن ساعتها وانت بتحوله مع المفرد مع الفوعل المفردة بدل ما تضيف له s بتقلب y ل i وتضيف بعدها es فيبقى crys i es بدل y كل اللي بينتهي ب y لا اللي بينتهي ب y وقبله حرف ساكن ودي مهمة قوي وتركزوا فيها طيب في أفعال بعد كده بتنتهي بحروف زي x والsh والch والss وحاجات ثاني الفعل لو بينتهي بالأفعال بالحروف دي بدل ما بتضيف له es بس بتضيف له es زي مثلا watch يعني يشاهد صح؟ اخره ch فبنضيف له يبقى watches es بدل ال-s بس تمام؟ دي التصريفات مع مين؟ مع الفاعل المفرد الفاعل الجامع مريع دماغه بياخد المصدر بس بدون اي اضافة اي حاجة شكله ثابت وخلاص طيب اللي انا كتبته دي كله هو formation او التكوين اللي بكوين به المضارع البسيط اديكم جملة عليه طيب قبل ما نمسح لما نقول مثلا the boy reads a story everyday هنا the boy ده ينطبق على دول ولا على دول the boy ده اسمه مفرد يبقى هيمشي مع دول فجيت حطيت فعل read حطيت له es the boy reads a story مضارع بسيط في حاجة صعبة اعتقد لا طبعا مش محتاجة افكركم لو حد عنده اي سؤال او اي حاجة مش واضحة ومش مفهومة يبقى يكتبلي في الكمنت تحت الفيديو وانا هرد على كل اسئلتكم ان شاء الله بعد كده عندنا التاني حاجة اتفقنا عليها هناخد الاستخدامات بتاعة الزمن ودي اهم حاجة انا قلت كده في اول فيديو طيب هي ليه اهم حاجة علشان منكم شافوا الفيديو ده اللي هو تذكر ازاي انجليزي وازاي تقفل الانجليزي هيلقيني كنت بقول بلاش نحفظ كلمات دلة على الحاجة وناخد الجمل بالشبه ولما نلاقي الكلمة فلانية نحط الحاجة الفلانية دي طريقة مش مظبوطة وما بتوصلناش لحل مظبوط لكل الجمل وخصوصا في النظام الجديد عشان هما ما بيجيبوش الحاجات مكررة وشكلها سهل كده بيجيبو الجملة فيها فكرة وعايز حد يفهم الجملة علشان كده احسن حل نعرف نحل بيه الازمنة بشكل سليم كل الازمنة نحن نعرف استخدامات الزمن ونفهم الجملة ونقارنها بالاستخدامات هل هي الجملة بتقول الاستخدام الفلاني او تمشي على الاستخدام الفلاني يبقى اه يبقى ده الزمن الفلاني لا يبقى اشوف اللي هي بتقوله يمشي مع استخدام انهي زمن من باقي الازمنة اللي انا ذاكرته وهلاقي الحل بسيط وهأفهمه وهعرفه وهيطلع صح خلاص علشان كده الاستخدامات مهمة اول عندي في البرزنت سيمبل استخدامين اسهل من بعض ايه هما قال لي انا بستعمل المضارع البسيط فاول حاجة عشان اعبر عن عادة في الحاضر يعني ايه؟ يعني حاجة انا متعود بعملها في الحاضر في الوقت الحالي كل يوم بعمل كذا كل اسبوع بعمل كذا مثلا على شبيل المثال لو قلنا كل سبيل المثال يوجد منع جرمت المضارع البسيط يبقى دي ايه؟ دي العادة بتاعتي ان انا كل اسبوع بلعب مع اصحابي كورة فاستعملت مضارع بسيط. ليه؟ لان دي عدفين في الحاضر تمام مثال كمان لو قلت مثلا I always read a story before I go to bed مثلا قبل ما بنام كل يوم بقرأ قصة يبقى هنا ده بيعبر عن عادة انا متعود اعمل كده في الحاضر فاستعملت مع المضارع البسيط وطبعا هنا الفاعل عندي I فخد read بدون اضافات لو حاولت الفاعل ده هي هيبقى reads تمام ايه الاستخدام الثاني بقى؟ الاستخدام الثاني لما بيعبر عن حقائق ثبتة وناخد بالنا من الكلام حقائق ثبتة مش شرط تكون حقائق حلمية حاجة ثبتة يعني حاجة ما بتتغيرش على سبيل المثال لما اقول كايرو is the capital of Egypt يبقى ده معناه ايه؟ ان القاهرة عاصمة مصر هل دي حاجة تتغير؟ هل السنة اللي فاتت كانت بقاهرة مش عاصمة مصر؟ هل السنة الجاية مش تبقى عاصمة مصر؟ لا هي حاجة ثبتة ومعروفة وتعتبر معلومة ثبتة وخلاص فعشان كده باستعمل معاها المضارع البسيط وهنا كان verb to be فاستعملنا is مثلا لما اقول the river nile is the longest river in the world دي معلومة ان النهر النيل هو اطول نهر في العالم علشان كده هستعمل معاها مضارع بسيط برضو الحقائق العلمية تعتبر حقائق ثبتة زي لما اقول كده water boils at 100 degrees يبقى المية تغلي عند درجة حرارة مية دي حقيقة ثبتة حقيقة علمية ثبتة يبقى عند استخدامين اثنين والموضوع سهل جدا في المضارع البسيط عادة في الحاضر او حقيقة ثبتة يبقى انت لما تقرى جملتك ويبقى مثلا الفعل اللي ناقص فيها هو او النقطة النقصة في مكان الفعل فانت عايز تعرف الفعل بتاعك اللي هو play مثلا في زمن ايه هتقرأ بيقول every week i not football with my friends انت هنا ما عندكش حاجة تدل على الماضي اذا جملتك دي هتبقى في المضارع وبيقولك بعمل كده كل اسبوع يبقى دي بتعبر عن عادة فين في الحاضر يبقى انا هستعمل معاها المضارع البسيط بدون اي اضافة طيب مثلا حاجزة الحقائق العلمية لما تلاقي جابلك حقيقة علمية زي كده مثلا مثلا التلج مثلا بيسيح لما بنغليه او لما بنسخنه الحديد لما بنسخنه بيميلت بيسيح اي حاجة من دي حقائق علمية ثابتة يبقى برضو مضارع بسيط طيب بعد كده الناس غالبا بتحفظ مع الزمن كلمات دل عليه اللي هو مثلا يقولك كلما تلاقي every day او every week او always او usually دي كلمات دل على المضارع البسيط فاخدها واختر معاها مضارع بسيط وانت مغمى لا اوعى تعمل كده ارجوك وما تحفظش كلمات دل لان كل الكلمات اللي انا قلتها دي ممكن احطها مع الماضي البسيط ما عنديش اي مشكلة واعرف اجبلك عليها امثلة ولما ناخد الفيديو اللي جاي الماضي البسيط هحطها لك فامثلة فعلا وحشبه لك الفرق ما بينهم فما لو انت حفظت كلمات دل ليش هتعمل حاجة غير انها هطلق بطك مش هتفيد وبالمناسبة اللي افادة لو الفيديو بيفيد ليك في اي حاجة ما تنساش تبقى تعمله لايك عشان يساعده يوصل لباقي زمائلك بشكل اكبر طيب عندي بعد كده في المضارع البسيط عايز اتعلم النفي ازاي بعمل النفي بتاع المضارع البسيط هو احنا بنكون المضارع البسيط من اين يا ولاد مش قولنا من التصريف الاول للفعل او من مصدر الفعل سواء مضاف اس او لا طيب عشان انفي كل الافعال زي مثلا play read eat اي فعل مضارع عايز انفي قال لي اي فعل من الافعال دي عشان تنفيه لازم تستعمله مساعد والمساعد اللي هتستعمله هو اللي هننفيه طيب ايه المساعد اللي انا هستعمله قال لي تستعمل don't او doesn't حسب الفعل بتاعك يعني المساعد اللي هو do والنفي اللي هحطه على المساعد اللي هو not بقى don't او does not دول الافعال المساعد اللي انا بنفي بيهم كل الافعال بتاعتي فين في المضارع البسيط don't او doesn't بختار don't امتى لو كان الفعل جمع زي او وي او يو او اي وبختار doesn't امتى لو كان الفعل مفرد اللي هو هي وشي وقت والاسماء المفرد وصلت ناخد بالنا ان بعد don't او doesn't دايما مصدر الفعل بدون اضافة يعني بدون اس ولا اي اس ولا اي حاجة مصدر الفعل كده زي ما هو كده طيب طيب لو انا عندي فعل زي ده اجوة قلت كده مثلا she is happy ها is ده مضارع بسيط صح انفيه ازاي قال لي عندك verb to be في المضارع البسيط ده ممكن هو نفسه تحط له not لان هو مش محتاج مساعد مع تاني ممكن تنفيه هو نفسه هنا بقول هي تكون سعيدة ممكن اقول she is not happy هي لا تكون سعيدة وخلاص خلصت يبقى لو عندي verb to be اللي هو am و is و are ممكن احط لهم النط بعدهم من غير ما احط لهم مساعد جميل في اخر حاجة عندي في النفي كلمة never ممكن احط كلمة never وانفي بيها بدل المساعدة يعني مثال لو قلت she likes to play the piano she likes to play the piano ممكن اقول she never likes to play the piano ايه اللي ان حطيته حطيت never طب وبعدين كملت الفعل بتاعي بنفس الصورة لو هو فعل في المضارع البسيط واخر اس حطه باخر اس زي ما هو never ممكن تستعمل مع ازمنة تاني عادي بيجي بعدها الفعل زي ما هو مكانها فين زي ما انتو شايفين قبل الفعل بتاعي قبل الفعل اساسي بتاعي في الجمل خلاص كده she never likes to play سهلا يبقى انا عندي ثلاث صور لاما don't or doesn't لاما never لاما مع verb to be بحط لها not مباشرة وخلاص ده كل حاجة تخص النفي ركزوا معايا كده شايفين انا هنا استعملت فعل مساعد عشان انفي صح؟ نفس الحركة دي بستعملها لما بكون سؤال انا في تكوين السؤال بشكل عام اللي منكم اخد كورس التأسيس او حتى شاف اول حصة من كورس التأسيس اللي هنا كانت كنا هنتعلم فيه مع بعض ان تكوين السؤال بيكون بعد اداة الاستفهام فعل مساعد وبعدين فاعل وفعل فده بالضبط اللي احنا هنعمله لحابينا نكون سؤال في المضارع البسيط بنستعمل الفعل المساعد اللي هو do او does بس مع الفعل في المصدر بعدهم يعني she likes to play ذا بيانو لان عايز اكون سؤال بهل اعمله ازاي انا هسأل هنا باستخدام do او does عندي الفاعل she يبقى does يبقى does وبعدين الفاعل she ومصدر الفعل like to play ذا بيانو خلص تكوين السؤال كده خلص لو انا عايز اسأل بسؤال what مثلا او اي اداة استفهام يبقى what وبعدين المساعد does or do she ومصدر الفعل ما تنساش like to do مثلا ايه اللي هي بتحب تعمله تروح تجاوبني تقولي she likes to play ذا بيانو ده كده تقريبا كل حاجة في تكوين السؤال سواء سؤال بهل او سؤال بادات استفهام طيب كده المدرع البسيط بتاعي خلص كل حاجة انا عايز اشرحها فيه خلصت فجيه وقت ان احنا نحل عليه دول جملتين سهلين جدا الواجب بتاعكم ان انتو هتحل الجملتين دول وهتكتبوا لي الاجابات بتاعتها في الكومنس وفي بداية الفيديو اللي جاي ان شاء الله هجاوب عليهم وهتأكد ان انتو حالينهم صح وكمان هتلاقوا ايجابتهم على صفحة الفيسبوك عايزكم برضو تدخلوا في اللينك تحت الفيديو وتشتركوا في صفحة الفيسبوك علشان هينزل عليها اسئلة باستمرار هي we group telegram برضو اللينكات كلها تحت الفيديو اوكي فتعالونا نقرأ الاسئلة مع بعض دي جملة عادية فالاختيارات في الجملة الاولى وهنا رايد ورود ورايد سوريدن اوكي دول كده الجملتين بتاعنا يا ريت اللي يجاوبهم يكتب لي في الكومنس ان انا هبصوا على كل الكومنس وهشوف الناس اللي حلها وهشوف الاجابات بتاعتكم وممكن ارد عليك لو عندك في مشكلة صغيرة او غلطة او حاجة هقولك عليها في الكومنس وان شاء الله في بداية الفيديو اللي جاي هحلها لكم وهنفهم هنفهم مع بعضهم مجوم كده ليه اشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير ما تنساش بقى تبقى تشترك في القناة وتشغل علامة الجرس عشان الفيديو لما ينزلي يوصلك على طول اشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي